موسيقى بعد ما تكلمنا على ايه هي الخطة الشخصية عايزين نتكلم بتفاصيل اكتر على محتويات الخطة الشخصية خطتك الشخصية كرائد اعمال لازم تحتوي على بعض المكونات الاساسية من غيرها هتكون نقصة وهتكون عملية الاستدلال والاسترشاد بيها عملية منقوصة في حاجات نقصها فخلونا نتكلم على المكونات دي مكون مكون بالتفصيل المحتوى الاول اللي لازم نكتبه في خطتنا الشخصية كرواد وكرائدات اعمال هو الوضع الحالي انا فين لما بنبقى مسكين خريطة او فاتحين الجي بي اس على الموبايلات بتاعتنا بنلاقي نقطة مهمة جدا ويقولك ايه انت هنا لو انت داخل في مول من المولات ومش لاقي محل معين بتدور عليه وتفتح الخريطة الخاصة بالمول بتلاقي برضو نقطة بتقولك انت هنا هي دي نقطة البداية في الخطة الشخصية الاستراتيجية النجحة الخطة اللي هتمكنك بالفعل ان انت تحقق اللي انت عايز تحققه هو ان انت تعرف انت فين ايه وضعك الحالي ودي بنستخدم بيها حاجة مستعرنها من ادارة الاعمال والبيزنس واللي بنسميه الدراسات الاستقصائية يعني ايه يعني بدرس وضعي الحالي انا فين انا معايا ايه انا معايش ايه ايه الحاجات اللي موجودة في حياتي الحاجات النقصة في حياتي ميزانيتي شكلها ايه علاقاتي بمختلف انواعها شكلها ايه صحتي تقييمها ايه معارفي مدركي كل الامور دي انا بعمل استقصاء لوضعي الحالي وضعي في حياتي الخاصة وحياتي الشخصية ووضعي في البزنس بتاعي اذا كنت لسه بداول وظيفة الى جانب المشروع اللي انا بعمله لازم ادخل ده كمان في الاعتبار علاقاتي كل علاقاتي الانسانية لازم احطها في الاعتبار علاقاتي الشخصية علاقاتي الاثرية علاقاتي الاجتماعية مع اصدقائي فيه نقطة مهمة جدا انا راضي قد ايه عن حياتي ده كله يندرك تحت الوضع الحالي لازم خطتنا الشخصية يكون فيها بعض المكونات اللي بتتناول وضعنا الحالي المكون التاني من مكونات خطتنا الاستراتيجية هو الوضع المقمول ايه اللي انا بتمنى ايه اللي انا عايزه ايه اللي انا عايز احققه ودي بنستخدم فيها بعض الادوات زي مثلا حاجة بنسميها المسح البيئي يعني بعمل كده سيرفي للبيئة اللي حواليها وهنتكلم على الادوات دي بالتفصيل وهنعملها وهيكون عندكم واجب ان انتو تعملوها بالتفصيل الحاجة التانية كمان اني ممكن افكر يا طرف العقود القادمة او العقود الاجلة اللي جاية من حياتي عايز حياتي بقى شكلها ايه اه ممكن نحط تصور لحياتنا اه بعد خمس سنين بعد عشر سنين ممكن كمان نستعين بالصور الصور اللي في المجلات او من على الانترنت اللي بتمثل شيء من الاحلام اللي انا عايز اوصلها المكون التالت اللي لازم يكون في خطتك الشخصية هو ما اسميه بعجلة الحياة وده تمرين كامل هنعمله مع بعض وفايدة التمرين ده هو الاجابة على سؤال محوري واساسي هل حياتي متزنة ولا لا مهم جدا عشان ننجح فعلا ونحقق النجاح مش ان انا انجح في صعيد وافشل في الاسعيدة الاخرى فلازم يبقى فيه بالانس لازم يبقى فيه توازن في حياتنا وخطتي الشخصية لازم تحتوي على هذا الجزء اللي بقيم فيه بالتوازن في حياتي المكون الرابع من مكونات خطتنا الاستراتيجية الشخصية هو الاشخاص مين الناس اللي موجودة في حياتي دلوقتي ايه الادوار اللي بيلعبوها في حياتي ايه الاسهام اللي بيسهموه في حياتي هل هم عامل مصبت والعامل محفز النقطة التانية كمان اللي مهمة جدا 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 هي مين الاشخاص اللي بتمنى انهم يكونوا في حياتي على سبيل المثال انا لما جيت اكتب خطتي الشخصية حطيت من ضمن الاشخاص مستشار مالي في الوقت اللي انا كتبت فيه خطتي الاستراتيجية دي ما كانش فيه بالفعل مستشار مالي في حياتي وما كنتش عينت مستشار مالي ولكن كنت عارفة ان في نقطة ما في المستقبل هحتاج وجود مستشار مالي فكر شوف مين الاشخاص او الادوار اللي انت عايزها تكون موجودة في حياتك حتى ولو هي مش موجودة دلوقتي او الاشخاص دول مش موجودين دلوقتي مش مشكلة بعد شوية هنفكر ازاي نجذب هؤلاء الاشخاص لحياتنا المكون الخامس من مكونات خطتنا للستراتيجية الشخصية هو الاجابة على سؤال من انا وده سؤال مش سهل وسؤال عويس وعشان نجاوب على السؤال ده هنستخدم عدد من الادوات اللي هنتكلم عنها بالتفصيل في المحاضرات القادمة لكن لازم اعرف نفسي لازم اعرف ايه اللي بيميزني لازم اعرف نقاط قوتي لازم اعرف نقاط ضعفي لازم اعرف ميولي الطبيعية لازم اعرف شخصيتي ايه هي لازم اعرف ايه هي عاداتي ايه هو روتيني كل دي مكونات واجزاء ومحتويات لازم تكون موجودة في خطتنا للستراتيجية الشخصية المكون السادس هو ماذا حولي الاجابة على سؤال ماذا حولي ايه الاشياء اللي موجودة في حياتي او في البيئة او في المجتمع اللي انا فيه اللي ممكن اعتبرها فرص لازم اقتنسها ولازم استفيد منها وايه التهديدات او المخاطر اللي موجودة حوالي اللي لازم احط في الاعتبار بعض الاستراتيجيات عشان اتجنبها او اتعامل معاها على سبيل المثال الدولة اللي انت موجود فيها ايه الدعم اللي بتقدمه لرواد الاعمال يترى في حواليك بعض الجهات او المؤسسات اللي ممكن تتعاون معاها يترى ايه الفرص اني اسوأ العمل بتاعي او البزنس بتاعي يترى ايه التهديدات اللي ممكن تأثر على البزنس بتاعي حالة السوق شكلها ايه مدى الطلب على الخدمة او المنتج اللي انا بقدمه شكله ايه لازم يكون في جزء كبير من خطتك الاستراتيجية الشخصية بيتناول كل الامور اللي في بقتك الخارجية يعني ممكن نقسم محتويات خطتنا الاستراتيجية الشخصية لتلات انواع من المحتويات النوع الاول من المحتويات وهو اللي بسميه التقييم الذاتي ايه تقييمنا لذاتنا ايه رسالتنا في الحياة ايه رؤيتنا ايه قيمنا النوع التاني من المكونات هي مكونات تتعلق بالاهداف ايه اللي انا عايز احققه ايه اللي انا عايز اوصل لي ودي بتنقسم لنوعين اهداف شخصية واهداف عملية الاهداف العملية هي الاهداف اللي بتهم او اللي بتخص وظيفتي اللي بتخص الكرير اللي انا عايز ابنيه او بتخص العمل اللي انا عايز اعمله او عايز انجحه اما الاهداف الشخصية هي كل الاهداف معدى ذلك النوع الثالث من المحتويات هي استراتيجيات التنفيذ يطرع عشان اوصل من نقطة الوضع الحالي للوضع المأمول وحقق الاهداف على المستوى الشخصي او على المستوى العملي ايه الاستراتيجيات اللي مفروض ان انا اعتمد عليها ايه هي الخطط التنفيذية اللي هتمكنني من الوصول على سبيل المثال ايه استراتيجياتي الشخصية علشان استفيد من نقاط قوتي واستفيد من الفرص اللي موجودة في المجتمع اللي انا فيه او اللي من حوالي ايه الاستراتيجيات اللي هستغلها عشان يعني احسن نقاط ضعفي او اتلافة اخطائي السابقة ايه هي الاستراتيجيات اللي هستغلها علشان اتعامل مع التهديدات او المخاطر اللي موجودة حوالي حاجة تانية كمان استراتيجيات ادارة الوقت ازاي حدير وقتي علشان كل يوم اقرب من الاهداف اللي انا حضطها لنفسي خطوة بخطوة كمان الاستراتيجيات العملية ايه الاستراتيجيات او الخطوات او الخطط التنفيذية اللي انا حعملها في حياتي العملية عشان احقق الاهداف اللي انا محددها لنفسي يبقى في عندنا نقطة بداية في عندنا نقطة وصول لكن الرحلة من نقطة البداية لنقطة الوصول محتاجة استراتيجيات وخطوات دي بردو لازم تكون موجودة من ضمن مكونات خطتنا الاستراتيجية الشخصية ترجمة نانسي قنقر